هذا الاحتقان وما جرى في أنقرة هل يمكن أن يمتد إلى أينما تواجد اللاجئ السوري على الأراضي التركية من وجهة نظرك في ضوء الوقائع وما نتحدث به اليوم عن صراع ما بين المعارضة من جهة والسياسة الرئيس أردوغان من جهة أخرى أريد أن أشير أنه عندما يفرد رئيس بلدية 10% ضريبة على اللاجئين السوريين في مجال استخدامهم للمياه والصرف الصحي وما إلى ذلك هذا مؤشر على أن هذه الكتلة الديموغرافية أثرت على البنية التحتية ولكن هذا مخالف للقانون لأنه يجب اعتماد مبدأ ضريبة موحدة على كافة الساكنين ما يعني أن هناك تضييق بمعنى أو بآخر على اللاجئين السوريين خاصة أن هناك جريمة حصلت في القانون الدولي نشير أن تركيا موقع على اتفاقية اللجوء لعام 1951 وهو دولة مكلفة بحماية هؤلاء على أراضيها لكن عندما يصبح الأمر على شكلة عقوبة جماعية هنا هذا ينظر بخطر خاصة لأن حزب الشعب الجمهوري اعتبر أنه يجب اعتماد سياسة عودة اللاجئين السوريين خلال مرحلة سنتين لكن مع توظيف سياسي لهذا الملف بالقول أنه سيعيد فتح سفارة تركيا في سوريا سيعيد تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا سيعمل إلى إعادتهم ما يعني أن هناك تغيير في السياسة الخارجية التركية بنسبة 180 درجة ما يعني أن هذا الملف الإنساني الذي يجب أن يبحث بشكل إنساني هو سيستخدم في السياسة وهذا مؤسف ذكر قبل قليل سيد قار حالة حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في تركيا عرج على مجموعة من القضايا سؤالي لك سيدة علا اللاجئون الآن السوريون في تركيا هل هم عالة على تركيا وهل بالفعل تركيا من جهة أخرى تستفيد منهم حديث عن استغلال اجتماعي دون تسهيل مهمات الأوراق المطلوبة وغيرها من حقوق إن الدولة عندما تعنى في الحماية تؤمن حقوق الإنسان الأساسية من صحة وتعليم وطالما هي موقعة تؤمن لهم فرص العمل طبعا ضمن القوانين المرعيات الإجراء لكن على اللاجئ أن يمتسل لقوانين البلد المضيف بالنسبة لتركيا في العام 2016 وقت تم حصل هناك اتفاق بين الجانب التركي والاتحاد الأوروبي بموجبه تحصل تركيا على مساعدات للاستجابة الإنسانية للاجئين تقدر بستة مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي طبعا الاتحاد الأوروبي كان يتخوف من هجرة لأن تركيا تعتبر دولة عبور للهجرة وكلما تعمل تركيا إلى استرداد لاجئ يعمد إلى تهريب غير شارعي إلى اليونان مقابل ذلك يؤمن الاتحاد الأوروبي أن يقبل بسنين من طالبي اللجوء في أراضيه ويجب أن نشير بالنسبة لإستفادة تركيا من اللاجئين السوريين نشير أنه بين العام 2012 والعام 2016 أنشئت 5000 شركة برأس مال سوري مشكلين 34% من حجم الاستثمار يعني تركيا استفادت بشكل أو بآخر من الرأس مال السوري الذي هو رأس مال كان يعمل في الصناعة والتجارة لكن وجود هذا العدد الكبير 3.6 مليون نسمة وأغلبهم من الشباب أرخص قلا على فرص العمل وزاحم الشباب التركي حتى وصلنا بعد جائحة كوفيد-19 وتراجع نمو الاقتصاد التركي إلى هذه النقطة بالتحديد لذلك أنه يتم استخدام ملف اللاجئين السوريين في تركيا كوركة سياسية للإحاء أنه أيضا يشكل عبق على الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر